أحمد فقط بداية أبدأ بهذا الخبر العاجل وهو تورده إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نار عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي وبحسب إذاعة الجيش لم يصب جنود للاحتلال نتيجة لهذه العملية رد جيش الاحتلال بإطلاق نار على شاب فلسطيني ما أدى إلى إصابته وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن استشهاده لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان من وزارة الصحة الفلسطينية يشير أو يبين الوضع الطبي للشاب الفلسطيني الذي أطلقت قوات الاحتلال نار عليه هذا الصباح شمالي نابلس شمالي الضفة الغربية